هذا الفوج 42 للمدرسة المعادن المهندسين المدرسة الوطنية العلية للمعادن بالرباط الحمد لله كيتبين بأنه كل سنة كالقوقيمة مضافة من نوعية المتخرجين أيضا المجلات التي يتخرجوا فيها طبعا هذا مرتبط أيضا بتطور اللي كيعرفوا الاقتصاد الوطني ولي كيعرفوا أيضا الاقتصاد العالمي لأن جزء من الأبناء دينا أكيد كيلقوا في الخارج وكل الأغلبية كيلقوا في الضخط سواء القطع الخاصة أو القطع العام المدرسة الآن فوح تطور كبير جدا لأنه بش يمكن لها تواكب كما قلت تكنولوجيات الجديدة والصناعة الجديدة وتحويل الاقتصادية اللي كتعرفها البلد دينا ثم الطلبت الشباب على ميدال الهندسة وخاصة في المجال دي الطاقة والمعادين والتنمية المستدامة والهندسة الصناعية والمعلوميات إلى غير ذلك فهذه كانت فرصة في أعلن باش نبركل هاد الوليدتنا طبعا ومن خلال نبركل جميع الخارجين الذين صبقوا تمما كان شجعوا طالب اللي مازال عندهم سنوات في هذه المدرسة باش يمكن لهم يتخرجوا ولكن أيضا كانت مناسبة لتنصيب المدير الجديد يعني والتوجه اللي نشوف فيه سواء مع الخرجين أو مع الأساتيدة أو مع إدارة المدرسة ومع الوزارة والقطاعات هو نفكره في مستقبل هذه المدرسة باش تلعب الدور ديالها في التطور اللي كتعرفوا البلد دينا باش تواكب التحولات والتحديات الكبيرة في المجال العلمي والتكنولوجي باش يمكن لها تكون مدرسة منافسة يكون فيها بحثة علمية ومختبرات متميزات ثم يكون فيها ظروف استقبل الطلبة على أحسن ما يرام أعتقد الإصلاحات الكبيرة اللي الآن كتقم بها الدولة وكتقم بها الحكومة في مجال التعليم وفي مجال التعليم العالي والتكوين المياني الآن بدأت تأتي بنتائج جيدة وجيدة جدا وكان أعتقد قد نستمره في هذا المجال فقط هذه مناسبة نذكر بأنه الآن بدأ وحد البرنامج طموح لإصلاح نظام التعليم الأولي فإذا إلا عدناها تسلسلة متكاملة من التعليم الأولي إلى التعليم العالي وكان نموذج هو هذه المدرسة فإن شاء الله الأجيال المقبلة ستكون الأجيال صانعة لتحول كبير ونهضة كبيرة يقودها صاحب الجلالة نصره الله